اهلا بكم مشاهدين الكرام الى الاقتصادية المفصلة من الميادين الى العنوين الحكومة اللبنانية تؤكد قدرتها على مواجهة الاستحقاقات المالية والاقتصادية المقبلة والتزامها باصلحات مؤتمر سادر للمانحين الدوليين بعد تأخر داما اكثر من شهر العام الدراسي يبدأوا في الاردن اثر اتفاق بين الحكومة والمعلمين على زيادة الرواتب وفي النشرة ايضا وزير الطاقة الامريكي يعتبر ان خط انابيب نوردستريم 2 يعزز نفوذ روسيا في اوروبا وموسكو تصر على انجازه في موعده المحدد اهلا بكم تطمينات حكومية في لبنان حول قوة الوضع المالي وبوادر حلحلة في مجالات جذب الاستثمار وبدء تطبيق مقررات مؤتمر سادر للمانحين الدوليين فيما توصلت الحكومة الى اتفاق يحل ازمة المحروقات في البلاد ايمان فاضل الية جديدة يعتمدها لبنان في اطار تمويل المستوردات الرئيسية حيث ستقوم المصارف بناء على اشارة مصر في لبنان المركزي بتوفير اعتماد دولاري للشركات المستوردة للمحروقات مقابل بيعها المشتقات بالعملة المحلية للموزعين الخيار الذي جنب لبنان الدخول في اضراب المفتوح كانت تهدد نقابة اصحاب المحروقات بتنفيذه بدءا من اليوم نفس الاحتقان الشعبي واوصل المفاوضات الى صيغة ترضي جميع الاطراف بعدما اكدت نقابة اصحاب محطات المحروقات ان هذه الطريقة تناسبها وهي المثلة باعتبار انها تحافظ على الاحتياط من العمولات الاجنبية من جهة وعلى السمرار قدرة المحطات على شراء المشتقات من جهة اخرى ومن المؤتمر الاماراتي اللبناني المنعقد في ابو ظبي اعلن حاكم مصر في لبنان المركزي رياض سلامي ان البنك مستمر في توفير الدولارات لأسواق المال المحلية وان هناك خيارات عديدة لمساعدة البلاد على تعزيز نموها بالمنطقة كلها يعني منطقة شراء الاوسط وافرية النمو مش متعدة 2% فالتبادل باللقاءات وتبادل الافكار والمشاريع وعرضة امر مهم للبنان لان بسياء مشاريع سادر مثلا في حصة كبيرة للقطاع الخاص ومنعول على تمويل ايضا من الامارات نحو لبنان بمشاريع فيها تفيد لبنان وتحطها على السكة الصحيحة للنمو رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري اكد ان لبنان سيقوم بكل الاصلاحات المطلوبة في مؤتمر سادر للمانحين الدوليين وان خطط مكينزي تعزز فرص الاستثمار الموجودة في لبنان دعيا الامارات للمساهمة في تثبيت الاستقرار المالي والاجتماعي في لبنان رئيس الجمهورية اللبنانية مشال عون كد بدوره ان لبنان سيخرج من الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها حاليا وان الاجراءات التي تتخذ على الصعيدين الاقتصادي والمالي من شأنها ان تعيد العافية الى الاقتصاد الوطني وقطاعات الانتاج عون قال ان الاتصالات التي جرت خلال اليومين الماضيين حققت نتائج ايجابية على صعيد التحركات المطلبية للصيارف واصحاب محطات المحروقات وانه سيواصل هذه المساعي لحل بقية المسائل العالقة هذا وارتفعت سندات لبنان السيادية المقاومة بالدولار بفضل امال بان الحكومة ستحصل على دعم مالي اماراتي على هامش افتتاح مؤتمر الاستثمار اللبناني الاماراتي المنعقد في ابو ظبي وبحسب بيانات تريد ويب كانت الاصدارات والاطول أجلا الأكثر زيادة إذ صعد اصدار استحقاق عام 2037 بمقدار ستة سنتات إلى خمسة وستين دولارا وستة وتسعين سنتا بينما ارتفع اصدار استحقاق عام 2032 بمقدار خمسة سنتات توصلت نقابة المعلمين الاردنيين إلى اتفاق تفصلي مع الحكومة يقضي بمنح المعلمين زيادة على الراتب تروح بين 35 و75% وفق نظام الرتب نقابة المعلمين أعلنت فك الإضراب المستمر منذ أكثر من شهر بعد اتفاقها مع الحكومة ليعود نحو مليون ونصف مليون طالب إلى فصولهم البراسية في 4000 مدرسة حكومية في أنحاء البلاد اعتبر وزير الصناعة والتجارة اليمنية عبدالوهاب الدرة أن احتجاز سفن النفط وحصار مطار صنعاء هما جريمة إبادة ستؤدي إلى توقف المصانع والمنشآت الصناعية وألاف الأيد العاملة وطلب الدرة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات المعنية بإيقاف العدوان والقيام بمسؤولياتهم لرفع الحصار والعدوان وأشار إلى أن الشركات المنتجة للدوائي في اليمن تشهد تراجعا كبيرا في التصنيع المحلي بسبب عدم توفر المواد الأولية نتيجة الحصار واحتجاز السفن ارتفع العيز التجاري للمغرب بنسبة 2.4 إلى نحو 14 مليار ونصف مليار دولار في الأشهر الثمانية الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي وبحسب مكتب الصرف المغربي فإن الواردات ارتفعت 3% كما ارتفعت الصادرات التي تتألف بصفة أساسية من منتجات زراعية إضافة إلى السيارات والفوسفات 3.2% أعلنت مصطعة الجمارك الإيرانية عن تخطي حجم التجارة الخارجية للبلاد 42 مليار دولار في 6 أشهر فقط فيما بلغ حجم صادرات السلع غير النفطية نحو 21 مليار دولار الصين العراق تركيا الإمارات وأفغانستان تصدرت قائمة مستوردي السلع الإيرانية بنسبة 75% من إجمالي قيمة الصادرات فيما استوردت إيران بقيمة 21 مليار و221 مليون دولار من الصين الإمارات تركيا الهند وألمانيا أعلن وزير الطاقة الأمريكي ريك بيري أن خطة أنابيبي نوردستريم 2 للغاز الذي سيتم إنجازه قريبا سيعزز نفوذ موسكو على سياسة الاتحاد الأوروبي الخارجية كلام بيري جاء في لتوانيا خلال مشاركته في منتدى حول الطاقة محذرا من أن خطة أنابيبي الغاز الروسي سيوجه ضربة كبيرة لتنوع الطاقة وأمنها في أوروبا وقال بيري إن خطة نوردستريم الذي سيمر في قعر بحر البلطيق وخط أنابيبي تركيش ستريم الذي سينقل الغاز الروسي إلى تركيا عبر البحر الأسود سيسمحان لموسكو بوقف نقل الغاز عبر أوكرانيا في نهاية العقد الحالي هذا وقال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز إن سفينة الحفر التركية يووز ستبدأ الحفر بحثا عن النفط والغاز جنوب غربي قبرص في تحرك تسبب في تصاعد التوترات بين البلدين وكانت تركيا أعلنت عن إرسالها سفينة الحفر إلى منطقة منحت فيها سلطات قبرص اليونانية حقوقا للتنقيب عن النفط والغاز إلى شركات إيطالية وفرنسية إجراء اعتبرته قبرص تركيا تصعيدا خطرا لانتهاكات حقوقها السيادية نبقى في تركيا حيث انخفضت الليرة مقابل الدولار بعدما قال البيت الأبيض أن أنقرة ستمضي قريبا في عملياتها العسكرية في شمال سوريا وأن القوات الأمريكية لن تدعم أو تشارك في العملية وانخفضت العملة التركية إلى خمس ليرات وخمسة وسبعين قرشا حيث فقدت نحو 30% من قيمتها أمام الدولار في أزمة عصفت بالعملة طيلة الشهور الماضية حيث هبضت قيمتها 8% منذ بداية هذا العام ذكرت صحيفة فينيشل تايمز البريطانية أن مصرف HSBC يخطط لخفض ما يصل إلى 10 ألاف وظيفة أي ما يزيد على 4% من قوة العمل لديه في مسعى لخفض التكاليف المالية والحد من كتلة الأجور المرتفعة وقالت الصحيفة أن الخططة تمثل أكبر مسعى طموح للبنك لخفض التكاليف وستركز على المناصب ذات الرواتب المرتفعة ويخطط المصرف لخفض كلفة 30 ألف وظيفة في إطار برنامج لتقليص التكاليف بواقع 3 مليارات ونصف مليار دولار على مدى ثلاث سنوات بدأت ماليزا التحقيق مع نحو 80 شخصا وشركة بشأن اتهامات لتلقيهم أموال من صندوق الاستثمار الحكومي الماليزي بقيمة 100 مليون دولار وتجرى تحقيقات بشأن الصندوق فيما لا يقل عن 6 دول وتقول وزارة العدل الأمريكية أن نحو 4 مليارات ونصف مليار دولار قد سرقت من الصندوق وتتم التحقيقات مع عائلة ومقربين من رئيس مجلس الوزراء السابق نجيب عبد الرزاق وفي خبرنا الأخير في النشرة أمر وزير النقل الجزائري مصطفى كرابة بتركيب مقاعدة داخل قاعات الانتظار والركوب في مطار الجزائر الدولية الجديد في العاصمة بعد تلاقيه رسائل اعتراض على عدم وجودها المطار الجديد الذي دخل الخدمة خلال العام الحالي وعلى الرغم من تصميمه الحديث كان خاليا من مقاعد الانتظار الأمر الذي كان يجبر المسافرين على افتراش الأرض أو تكبد ما يصل إلى 5 دولارات كرسم للجلوس في المقاهم هذا كل ما لدينا من أخبار اقتصادية نشكر لكم حسن المتابعة الميدين دوت نت للمزيد إلى اللقاء اشتركوا في القناة